مرحبا أعزائي متابعي قناة برليم بعين العربية اليوم السبت 31 عشرة 2020 أطلقت تيليجرام تحديث التطبيق طبعا تيليجرام اللي مايعرفه والجديد انه هو تطبيق اتصالات فيديو صار جديد تيليجرام هسه هاليوم ضافة مميزات بس بعد تيليجرام تريد تسوي نفس فيسبوك بس بعد أكثر وأعتقد اللي يريد يسوي من هسه قناة يحجز لمكان بها متابعين لأنه راح تصير كلها أيضا ممجانية بفلوس يعني تشترك بقناة ويجيك أرباح من عدها حالها حال الفيسبوك ورح يجي كلها واتساب والكل لأنه هي هذه ثورة التكنولوجيا وثورة وسائل الاتصال فشون تشوف التحديث اللي مايقدر ينزله يكتب تيليجرام أو يروح على الابل ستور أو الجوجل بلاي مثلا هنا راح يطلع هنا ويدوس هذي طلع له هسه تحديث بالألماني أكتوليزير ممكن فإحنا راح ندوس طبعا هذا تحديث سبعة اثنين وراح نشوف شراح يصير طبعا تيليجرام تقدر به رسائل سرية اللي مايعرف سينه الرسائل السرية انه فقط انت واللي ترسل للرسائل فقط يشوفها حتى الشركة ما الها دخل نشوف الميزات مالتا طبعا هذا طلع تقريبا متأثرت الميزات بس احنا راح نشوف شكو شي جديد مثلا راح ندخل على أي واحد هنا احنا بالتبادل نستخدمه ومثلا راح نقول مراسلة فلو هنا كتبنا الاموجي اللي راح طلعت الاموجي طلعتنا شغلة اللي هي هذه الجسمة واللي هي اد مي اون انستغرام واند هاف سام سيكسي نودز فان يعني شغلات ينطيك العاب رمز الحظ لتجربة حظك ارسال يقول اد يعني تضيفها على التليغرام وممكن تنطيك لبعض موليكل زين فلبعض يعني ممكن لازم مرتبط بالحساب التليغرام بالانستغرام لازم تروح على انستغرام انا طبعا ما عندي حساب انستغرام لانه كان عندي من قفل على هذا للمعلومات معلومة مفيدة الفيسبوك اذا قفل على جهاز روتينيا راح ينقفل الانستغرام وبعد ما يفتح على هذا وهسا بالجديد واحد قفل لأي سبب من الاسباب في اسباب كثيرة ممكن الفيسبوك انه واحد يبلغ عليك او 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 زين ويقفلوا لك الفيسبوك وينقفل الانستغرام بعد ما يفتح يعني التليفون هذا لا فيسبوك ولا انستغرام بالجديد ديروا بالكم حاولوا ما تتخطون اوكي هذا اول شي اثنين الشي اللي صار انه اضاف ميزات انه تسوي قناة وش تسوي من تسوي قناة تشوف حالة حال احصائيات منه دخل شون تسوي القناة منه دخل عندك كم واحد عدد اي دولة تعرف شون تسوي القناة لازم تدخل هنا هذا المربع تكون مجموعة جديدة جهة اتصال جديدة قناة جديدة فهنا هي القناة اللي تريدها انشاء قناة اسم القناة مثلا نسميها من المانيا اوكي التالي عامة او خاصة تريد رابط القناة انت تحطها بكيفك دبلو 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 عفوا وحدة دبلو كبيرة وبعدين نحط احرف واحد اثنين ثلاثة واحد او اثنين 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 ثلاثة فالتالي فانضيف جهات التالي صارت عندنا قناة واني المشترك وهي قناة اذا كبرت القناة اعتقد مستقبلا لانه هاي بها احصائيات واعتقد مستقبلا راح يصير بها ارباح حال حال الفيسبوك الشغلة الثالثة اللي تقدر تسويها انه مثلا هنا مثلا اي شخص نقدر ندخل عليه هنا مثلا هنا هذه راح ندخل عليه هنا شوف مراسلة مكالمة المزيد انشاء محادثة سرية طبعا محادثة سرية هذه ما حد يدخل بيها انت وهو اللي قدتلكم عليها شغلة الثالثة مثلا انا اريد ادزلها موقعي ادخل على الموقع فانطيكم هنا الموقع مالتي وادز عليها ويروح عليها الموقع وتقدر توصل الي بسهولة طبعا يعني كلش هذه الموقع هذا التحديث الجديد شغلة لخ الصورة ضعف ايموجي جديدة مثلا الايموجي الجديدة اللي ضعفها خلي نطلع من هاي ندخل على غيرها ندخل على اللي دخلنا عليها ونحتاج الايموجي اللي ضعفها هاي الهلوين او هاي زين هذولة الجديدات اللي دخلوا مال الهلوين كلهم جديدات و حلوات بمناسبة عيد الهلوين هذا بالتحديث الجديد سبعة اثنين اوكي هسا علمكم شون تقدرون تسوون صورة وتحطوها عليها وتصير صورة كلش حلوة فخلي نلقي اي شخص اخر مثلا شوف هنا التليغرام رح ينطيك هنا تثبيت الرسائل تحسين المواقع الحية قواعم التشغيل اضاف لك هذولا الرموز التعبيرية تقدر ترسلهم والرسائل المثبتة زين فهنا التليغرام هو شرح لك اياها موجودة بس اعلمك شون تقدر مثلا نريد اندز هنا صورة مراسلة فمثلا عندنا صورة مثلا هذه الصورة هنا هاي الصورة هسا نشوفها من ابن العراق تعديل هذه الصورة مثلا راح نسوي هنا هسا راح شوفكم الشون راح تسوون تعديل على الصورة فندخل على هاي القناة اللي سويناها ندخل هنا على الصور ندخل هنا نشوف ما ضغطنا هنا ضغطنا على الصورة شوفوا تضغط هنا راح يرسال تطلع الغاء تسويها تضغط هنا على الصورة طلعة هاي القناة طبعا هذا ايضا يستخدم تعديل للصور تطبيق تليغرام كلش حلو ومميزات جديدة اللي اللي يريد لمستقبل ويريد يستفاد خلي يسوي قناة على التليغرام ويجي متابعين خصوصا التبديل مع الاشتراكات مع اليوتيوب يعني اتوقع انا بعد سنة او سنتين يعني تمباع باسعار كل الزينة او يقدر يعلن للمشتركين اللي والغير والمبتدئين وممكن يربح كثير طبعا كورونا سوت انه التطبيقات اسعار خيالية راح تصير نصيحة فيجينا هنا هذه هنا راح يلعب لك بالشاشة يمين او يسار اوكي جوة او فوق وهذه ملاح كلش هنا اعادة تعيين يقلبها او يرجع ثلاثة الاصل او هذه للشسمة لبعض التطبيقات او ترجع الاصلية اوكي شوف نسوي الغاء تجاهل التغييرات رجعت على هنا هذولة هذا الاسهم هذولة اريدك تنتبه عليهم شوف تحسين القدرة شوف شوف شون قلبة الصورة صارت جيد حلو شوف هنا سودة هنا فتحت فاحنا هذا على الوسط نجي على تفتيح اللي قلنا عليه التباين شوف اوكي التشبع هذولة كل واحد بي يعني مكنة اتوقع التليغرام اوكي والتفتيح يعني كل الش حلو والظلال يقدر يشيلها او يخليها كأنه صار عصر والنقش ايضا نفس الشي حبوب زيادة الحب داء ونقصان الالوان الظلال مثلا يسويها شوف كل وحد لون تفتيح يعني شي كل ش حلو بتليغرام ميزة كل ش حلوة زين هنا الاخضر مثلا يشوف لك تحويل اذا تريد مثلا تحطها بس هاي الدائرة والبقية كلها ما موجودة اوكي تريدها بالطول مثلا هذول موجودات والبقية تروح قلنا اوكي هسا تجي هاي المكنسة اذا حبيت تدوسها زين هاي تمسح التغييرات هنا لو حبيت تكتب اليوم السبت فحبيت اليوم السبت تحب الالوان الظهر اوكي تحب تنزلها جو تحب باطار الحدود الاطار تحب عادي بدون وهنا اللون اللي تريده وشي كلش حلو بس ينقص الى التغيير الخطوط يعني خط واحد عندك ومثلا حطيت هاي اليوم السبت او شيلتها او لون اصفر اوكي فبكيفك واذا تريدها اطار والاطار تغيرها بكيفك وحتى تقدر اليوم السبت انحط فوق هسا هنا قلنا هذه الاحرف هنا جينا على هاي شيني هاي هذول اللي جوي مال الهالوين شوف مثلا اذا ردت هاي شوف تريدها فشي كلش حلو تقدر تسويها وتقلل او تزيد كلش حلو موجود عندك اموجي اشكال 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 موجودة جدا زين وهذا الخلد اللي موجود هنا بالمانيا اشكال حلو طبعا فديوم ان شاء الله سوي حلقة عليه التحديث مثل ما قلت لكم هاليوم ونبدأ عن التليجرام تطبيق حلو جميل جدا اتصال تليفونات كلش بي ذاكرة سحابية كلش مضبوطة وكثيرة وبدا حدود اتمنى تكونوا استفاديتوا عندي حلقتين عننا او ثلاثة كلش مضبوط تحديث نزل هاليوم لا تنسوني بالدعاء والاشتراك واللايك واهم شي اذروني من اي شي غلطت ممكن كلمة او حرف ها بالنسبة للصورة هسا اوكي ارسل لنفرض شوف الصورة راح تروح وتعدل تقدر ايضا الصورة وصلت شوف الصورة وصلت متحركة وهنا تقدر صوت العفو تقدر ايضا ترسل صوت من هنا اذا تريد بصورة او تريد بلا صورة فهنا ممكن اوكي بلا صورة فجدا ممتاز جدا ممتاز من هنا من فوق تدوس على اذا تريد تحذف القناة وبغيرها تقدر منها تسوي على رسائل سرية هذا عن تطبيق تليجرام تطبيق مميز اتمنى تكونوا استفاديت وكلش لا تنسوني بالدعاء وشكرا للجميع مع السلامة ترجمة نانسي قنقر